السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام إلما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى الفقرة الرياضية من برنامج صباح نيوز الذي يتيكم عبر قناة الجزائر الدولية سنتحدث عن العديد من المواضيع مشاهدين الكرام برزها دورة أبطال إفريقيا والمباراة المتأخرة عن جولتي الرابعة بين شباب الوزاد الجزائري مباراة مسيرة وقوية وضيفه الأهلي المصري ونتوقف للحديث عن مباريات الدوري الأوروبي المؤهلة إلى دور ثمن النهائي ونختم في الأخير بي كيليان بابي الذي قرر رحيل عن ندي باريسان جيرما الفرنسي كل هذا وذاك مشاهدين الكرام مع ضيفي عبر خدمة سكايب مباشرة من الدوحة القطرية الإعلامية الرياضي مجيد بوطمين أهلا بك مجيد صباح نور عمار تحياتي لك ولكل المشاهدين وسنربط الاتصال بعد قليل مشاهدين الكرام أيضا بالمحلل ونقد الرياضي مباشرة من قهرة المصرية أحمد هشام إذن في البداية سنتابع هذا التقرير المشاهدين الكرام الذي يتحدث عن المواجهة القوية والمثيرة بين شباب الوزاد الجزائري وضيفه الأهل المصري عن الجولة الرابعة من ربطة بطل إفريقيا ثم نعود لتحليل والنقش ملعب الخامس جويديا الأولمبي بالعاصمة الجزائر سيكون على موعد مع مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية ربطة أبطال إفريقيا شباب الوزاد الجزائري يدخل المواجهة بأربع نقاط من ثلاث لقاءات يسعى إلى التدارك أمام القلعة الأهلاوية الحمراء خاصة وأنه سيكون مدعوما بجماهيره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد التمسك بأماله في الصعود لمرحلة خروج المغلوب إنه درب كبير بين فريقين كبيرين يجب أن نركز ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوزي وتحسين مرتبتنا في المجموعة صحيح أن المباراة ليست حاسمة ولكن مهمة من أجل مواصلة المغامرة الإفريقية المباراة ستكون صعبة للناديين وسنتعامل مع مباراة الأهلي كباقي المباريات والتي دائما ما نسعى للفوز بها لدينا استراتيجيتنا الخاصة وفلسفة التي نلعب بها والتي تعتمد على ترسيخ ذهنية الفوز لدى لاعب الفريق عرب المنافسة الإفريقية نادي الأهلي حامل اللقب يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برسيد خمس نقاط من ثلاثة نقاط متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقه يونغ أفريكانز تنزاني يسعى إلى تأكيد أحقيته بلقب نادي القرن في خرجة محفوفة بالمخاطر أمام أبناء العقيبة الساعين إلى رد الاعتبار والفوز من أجل البقاء في المنافسة نعلم جيدا أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي شاهدناهم في القاهرة شكلوا لنا صعوبة كبيرة ومباراتنا في ملعبهم ستلعب تحت ضغط كبير خاصة وأنهم سيكونون مدعومين بجماهيرهم ونحن قدمنا إلى هنا من أجل الفوز وحضرنا كما ينبغي لهذه المباراة مواجهاتنا أمام الأندية الجزائرية دائما ما تكون حماسية وقوية ودائما ما نجد صعوبة أمامها خاصة وأن الكل يريد الفوز علينا نحاول أن نؤدي مباراة قوية أمام بلوزداد من أجل الفوز بثلاث نقاط خارج ديارنا خاصة وأن مجموعتنا متقاربة من حيث النقاط الرقعة الخضراء لملعب الخامس من جويليا ستكون مصرحا لقمة عربية خالصة تعد بكثير من الندية والتنافس بين ناديين يتقاسمان اللونين الأحمر والأبيض فلمن ستكون الغلبة صافرة الحكم الرواندي ساموال إيكواندا ستضع حدا للسوسبان وكيد الكل ينتظر الموجهة القوية بملعب خمس جويليا بالعاصمة الجزائرية صارت اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا بها توقيت الجزائري أبدأ معك مجيد بوطمين تاريخ الموجهات بين الفريقين تلت مباريات فقط في 2001 فاز الأهل ذهبا وإيابا على شباب الوزاد والموسم الماضي في الثامن من ديسمبر تعادل الفريقين في القاهرة كيف ترى هذه المواجهة من الناحية الفنية التكتيكية والتاريخية أيضا مجيد تفضل شكرا عمر في الحقيقة كما كان يتحدث مدرب الأهلية المصري دائما المواجهات بين الإنديا الجزائري والمصرية تكون غاية في الصعوبة والفوز يتحقق لأي طرف بصعوبة بالغة حتى أيضا على صعيد المنتخبات الوطنية هذا شيء أكيد واضح في تاريخ المواجهات بين الجزائر ومصر في بقرة القدم شباب الوزاد هذا الموسم حتى الآن مصير بين يديه بعد فوز وتعادل وخسارة وبالتالي هو سيجد صعوبا من دون شك أمام الأهل عمراء القارة الإفريقية ولكن بعملي الأرض والجمهور ويدافع معنوي بتعادل الذي حققه يدهاب في القاهرة الصفر مقابل الصفر أعتقد بأن شباب الوزاد لديه كل الإمكانيات من أجل نقاط ثلاثة المباراة وبالتالي القفز إلى الصدارة وبالتالي أيضا بعد حضوده كبيرة من أجل التأهل إلى الدور المقبل من هذه المسابقة خاصة وأن جماهير شباب الوزاد الآن تنتظر منه وبعد سنوات عديدة تقريبا الآن أو اكتسب خبرة من المشاركات الإفريقية تنتظر منه الدهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في تشمبيونز ليج وهي المنافسة الأعرق في إفريقيا من دون شك عمار المباراة ستكون صعبة تلعب على تفاصيل أكيد كل مدرب حضر لها ولكن أعتقد بأن شباب الوزاد معنويا سوف يدخل المباراة بكل قوة ويحاول تحقيق الفوز أمام الأهلي لسمعنا أنه منقوس من بعض العناصر ولكن الأهلي بما حضر هكذا عوذ الجماهير دائما لا يشتكي من غياب لاعب أو اثنين ولكن يلعب بكل قوة وهذه فلسفة هذا الندي الكبير في إفريقيا جميل مجيد قبل أن نتحول مشاهدين الكرام إلى ضيفي من القهرة المصرية المحلل ونقد أرياضي أحمد هشام لبأس أن نتابع جدول ترتيب هذه المجموعة الرابعة لحد الآن في المركز الأول الأهلي المصري بخمس نقاط رفقة يونج أفريكنز التنظاني وفي المركز الثالث كل من ميدياما الغاني وشباب الوزاد الجزائري تنقص مباراة للأهلي وشباب الوزاد هذه المباراة التي ستلعب صهرتها اليوم أحمد هشام تابعت ما قاله مجيد بطمين حول هذه المباراة الكل يعترف بصعوبتها سواء للأهلي من جهة أو للشباب من جهة أخرى وقال بأن هناك بعض العناصر التي ستغيب من الأهلي المصري في نظرك هل ستؤثر هذه الغيابات وكيف ترى هذه المواجهة من ناحية الفنية والتاكتيكية أحمد تفضل في الأول يا عمر طبعا برحب بك وبسلم عليك أنت والأستاذ مجيد وردت الفرق المصرية والفرق الجزائرية والمنتخب المصري والجزائري دائما ببقى فاني دية كبيرة جدا أما بالنسبة طبعا للغيابات أنا من وجهة نظري مش شايف أن فيه غيابات مؤثرة كبيرة طبعا الغياب الشيناوي حارس المرمى منتخب مصر والحارس الأول كمان للأهلي والمنتخب دي أنا شايف أنه عنده البديل القوي جدا اللي هو مصافة شبير مصافة شبير حارس مرمى صاعد شفناه بعد الغياب كبير جدا قد يكون يعني عشر شهور أو ثمان شهور عن مباراته أساسية بيلعب نهائي كبير قدام فرق كبيرة زال وداد في نهائي تشامبيونز ليج بيقدي مباراة هيلة جدا وهو لعب صاعد بيمتاز أنه عنده دايما سبات فعالي وجورة كبيرة جدا وثقة كبيرة جدا في نفسه فأنا بالنسبة لي غياب الشيناوي مش مؤثر ولكن غياب برسيتاو هو أكبر ضربة قاضية للأهلي شايف أنه ده هيؤثر تأثير كبير جدا على الأهلي في ظل عدم موجود البديل يا عمر دايما أنت كمدرب أو كفرقة مدام عمدك البديل ما بتعتلكش هم الغيابات أو دايما محضر البلان بي بتاعتك لكن فالشيناوي لما يغيب أنت عندك مصطفى شوبر لكن المشكلة أن أنت عندك برسيتاو ما فيش بديل ليه عندك قالو ديانج طبعا هو أصل الفترة الأخيرة في نص الملعب ما بيلعبش أصلا بصفة أساسية مع الأهلي وبالتالي برسيتاو هو الأهم وهو كمان طبعا أنت عارف في جنوب أفريكا كان هو أهم لعب عمدهم في المنتخب وهو كمان اللعب الأبرز جوه القارة محليا السنة اللي فاتته هو أحسن لعب في القارة فبرسيتاو هو عنصر مؤثر جدا للنادي الأهلي بعكس شباب بلوزداد يا عمر اللي كمان متحضر تحضير فني وبدني وزهني وكل حاجة وكل مقاومات وعناصر الفوز لشباب بلوزداد أنا شايف أن كافة شباب بلوزداد أرجح بكتير الأهلي آخر مباراة لعبها يا عمر بتاريخ 28-12 على مباراة السوبر في الإمارات من بعدها تقريبا دخل على عد شهر ونص يا عمر أو 50 يوم بالتكالف 50 يوم ما لعبش مباراة رسمية يعني هيبقى فيه جاب كبير جدا في العنصر البدني والزهني بالنسبة لشباب بلوزداد لكن على الأرض الملعب هنشوف مباراة خوية جدا دي لها حسابات تانية خالص يا عمر دي من وجهة نظري جميل أحمد نعودك مجيد ألا طرى بأنه فوز اتحاد العاصمة الجزائر اتحاد الجزائر على الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي وأيضا شباب الوزداد الذي تعادل في القاهرة ماما الأهلي كل هذا سيكون حافزا للشباب للفوز بهذه المباراة حتى أنه في جدول الترتيب ألا ترى أيضا بأنه ربما هي حاسمة أيضا هذه الموجة ومهمة للشباب أكثر من الأهلي إذا أراد الشباب أن يخطو خطوة كبيرة في التأهل إلى دور المقبل دور ربع النيائي لأنه شباب الوزداد في الجولة المقبلة سيتنقل إلى تانزانيا سيوجه يونج أفريكنز وفي المباراة الأخيرة سيصديف ميدياما الغاني تفضل مجيد نعم عمار في كل حالة الفريق الذي يستقبل إذا يكون مطالب يتحقيق نقاط الثلاث للمباراة وبالتالي يبقي على حضوده خاصة وأن الترتيب كما تم عرضه قبل قليل على شاشتكم متقارب جدا من خمس نقاط للأهلي في الصدر وشباب الوزداد في المركز الأخير حاليا بأربع نقاط يعني لو يفوز بالوزداد سيصبح في الصدر وبالتالي مجموعة متقاربة كل الأنذية الأربعة لديها حضود من أجل التأهل إلى الدور وبعنها أي الأول والثاني بطبيعة الحالة عن كل مجموعة عوامل كثيرة كما تفضل الكابتن أحمد من القاهرة ذكرها ربما أهم شيء سيعاني منه الأهلي هو الغياب عن المنافسة لحوالي خمسين يوم كما تفضل أحمد وبالتالي هذا ربما العامل الوحيد الذي قد يؤثر على الفريق ولكن كما قلت لك أن الأهلي يعني متعود على مثل هذه الحالات وأصبح لديه خبرة وتجربة ولا نسمع أنه يشتكي من أي شيء آخر غياب لاعب أو عمل عدم المنافسة أو كذا وبالتالي هذه الفريق الكبيرة أصبح حتى تتصرف بهذه الطريقة ومن دون شك أنه سوف يأتي من أجل اللعب على الفوز وليس فقط التعادل هكذا عودنا الأهلي ولكن نعم نؤكد المعلومة التي تظهر أيضاً أن نوادي الجزائرية دائماً ما كانت تقف للند لفريق الأهلي المصري نتذكر فوز شبيبة القبائل على النادي الأهلي المصري والتعادل في القاهرة في تشامبينز ليك في السنوات الماضية وبالتالي الأهلي دائماً ما كان يجد صعوبات عندما يواجه النوادي الجزائرية وفاق ستيف أيضاً وفاق ستيف للمنسا وفاق ستيف وفاق ستيف توجه على حساب الأهلي بدوري بطلق أفريقيا وهو يلعب في القسم الثاني هذا دليل لأن الأهلي دائماً تاريخي نجد صعوبات كبيرة جداً أمام النوادي الجزائرية بالوزداد أكيد سوف يحاول استغلال كل الظروف التي هي في صالحه من أجل الفوز بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلى سبع نقاط وبالتالي البقافي معمعة التنافس بقوة وبحضوط وافرة جداً من أجل التأهل إلى ربع نهاية أكيد أن المباراة سوف تكون صعبة لكل الفريقين وأعتقد بأننا بالوزداد في أفضل الظروف نظرياً من أجل الفوز بالمباراة جميل مجيد سنتابع مشاهدين الكرام مباريات الجولة الخامسة والسادسة لكي نحلل كل ظروف هذه المجموعة شاهدوا معي شباب الوزداد سيتنقل إلى تنظانيا سيواجه يونغ أفريكنز في الجولة الخامسة والأهل أيضاً يتنقل إلى غانا مباراة أيضاً قوية سيواجه فيها ميدياما وفي الجولة الأخيرة كما نراحظ في الجدول الجولة السادسة شباب الوزداد يصديف ميدياما والأهل يستقبل يونغ أفريكنز أحمد لما تابع المباريات المقبلة للجولة الخامسة والسادسة أعطينا تحليلك وتفسيرك لهذه المجموعة ألا ترى بأنه من بين المجموعات الصعبة الأربعة المتوجدة في ربطة أبطال إفريقيا لهذا الموسم؟ بصراحة يا عمر أنا شايفها بالوضع الحالي هي تقريباً أصعب مجموعة يمكن تيجي بعدها سانداونس وبرامدز المجموعة المجموعة دي تشبكت فيها كل النتائج وتشبكت فيها كل التحليلات لكن لو جيت قلت لي مين الأبرز أو مين عنده عناصر القوة اللي يقدر يصعد هقولك الأهل وشباب الوزداد لكن تبقى ميديامة دايماً ممكن تفاجئ ممكن ينجأ أفريكنز ممكن تفاجئ الاثنين مجموعة حلوة جداً جداً يا عمر الأجواء على أرضهم بتساعد شفنا مطش شباب الوزداد هناك شفنا برضو الأهلي بيواجه صعوبة هناك في الأجواء التنزانية فأنت برضو ما تقدرش تمسك الموضوع أو يا عمر وتقول مين فتقارب المستوى بالطريقة دي معقد جداً المجموعة يمكن شباب الوزداد قبل مباراة قوية هناك في ميديامة كان في أنجي أفريكنز أول مباراة والأهلي كان بيلعب ميديامة الأهلي فضل لحد ديئة حاجة وسبعين وهنا في القاهرة ما جاءتش ولا جول يعني ده الدليل أنهم عندهم مستوى تكتيكي وانضباطي كبير جداً جداً طبعاً هناك في ملعبهم ميديامة فجأتنا وشوفنا مطشات قوية جداً لعبتها وخصوصاً معينج أفريكنز كان مطشات قوية جداً من الفرقتين فأشوف مطشات قوية جداً في المجموعة وأنا من وجهة نظري وتحكي لي أن المجموعة دي هتفضل كده لحد الجولة الستة يا عمر هنتفاجئ مين صعد ومين مصحح صحيح ربما ستحسم الأمور إلى غاية الجولة الأخيرة مجيد نختم بهذا الحديث ربما كما قال أحمد ستحسم إلى غاية الجولة الأخيرة التأهل في هذه المجموعة سواء لشباب الوزاد أو للأهل المصري أو يونغ أفريكنز التنظاني أو في الأخير ميدياما الغاني أليس كذلك وحيح أتفق معكم تماماً عمر وأحمد لأن حتى الآن فرق النقاط هو الذي يؤكد ذلك وبالتالي حتى في حال خسارت فريق مثلاً الليلة بين الأهل وشباب الوزاد حضوضه تبقى قائمة في المباراتين المقبلتين وأنا أيضاً أتفق بأن للأهل وشباب الوزاد كل الحضوض من أجل التأهل كأول وثاني هذه المجموعة وهي أصعب المجموعات الأربع في دولة أبطال إفريقيا لهذا الموسم من المؤكد أن مباراة اليوم ستحدد معالم ربما الفريق الذي سوف تكون له الحضوض الأكثر ولكن الذي يخسر أيضاً سيبقى بكل الحضوض من أجل التأهل خاصة أنه ست نقاط مقبلة لكل الفريقين دون احتساب مباراة الليلة بين الأهلي أو بين الشباب الوزاد والأهلي المصري وصراحة أننا أتمنى أن يترفق الفريقين العربيين معاً إلى الدور المقبل من شامبينز ليغ ومن تتمنى أن يفوز اليوم؟ بالطبيعة الحالة سأكون مع الفريق الجزائري شباب الوزاد شيء طبيعي عمر وشيء طبيعي أحمد لو نستأله أحمد لو نستأله يقول للأهلي أحمد من تتمنى أن يفوز اليوم؟ سيكون مع الأهلي هو ربما شباب الوزاد ما لا 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 أنا أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى فرقة مصرية سفر بالجنين بتوعوانبا فأنا شايف أن المعنوات مرتفعة وكل العناصر والأرض والمهور والتوقيت والملعب والملعب كمان خمسة جويلة جميل جداً يعني هيخلي أي لعب كورة يحب أن يلعب كورة فكل الأجواء رايحة في ناحية شباب بوزاد فهي دي الإمخالي الواحد ما قلق شوية من المقرار الماضي سيبقى صعب جداً يا عمر وخصوصاً كمان اللي هيعقد المجموعة أكتر فوز شباب بوزاد النهاردة يعني اللي هيقل المجموعة كلها بقى تدخل في حزبة بيرما والجول والجول هيفرق والجول عليك هيفرق كل الحاجات دي فوز شباب بوزاد النهاردة لأنه هيبقى سبعة وكل الفرق فرقتين هيبقوا خمسة وفرقتين أربعة فمن تحته حتى عنده أمل أنه ممكن يسعب جميل أحمد ننتقل للحديث مشاهدين الكرام للنتائج المتبينة في الدورة المؤهلة ثم نهاي الدورة الأوروبية النتائج كانت على النحو الثاني مباريات التي لعبت يوم أمس فينورد تعادلة بهدف لكل شبكة أمام روما الإيطالي يونج بويز سويسري إنهزم بثلاثية الوحدة أمام سبورتينجي لشبونة البرتغالي وغلتسراي التركي فاز بثلاثية الهدفين أمام سبارتابراغ التشيكي وشختار الأوكراني تعادل بهدفين لهدفين أمام مارسيديا والميلان فاز بثلاثية دون أرد أمام ران لانس الفرنسي تعادل مع الفريبورغ الألماني من دون هدف وبنفيكا فاز بهدفين لواحد أمام تولوز وأخيرا سبورتينج براغ البرتغاليين هذا ما أمام كرباخ الأضرب الجاني بربعية للسنين أبدأ معك مجيد أهم مواجهة تابعتها يوم أمس والتي جلبت أنظارك في الدورية الأوروبي والله بصراحة عمر كل نادي الذي لعب لديه جزائريين أكون معهم في الحقيقة الميلان بداية بالميلان بالناصر يعني أكيد كان مراسي خاصة ولو أن الثنائي الجزائري إسماعيل بناصر وعدلي شارك في آخر ربع ساعة فقط ولكن في الحقيقة مع هذا الفريق له محبة كبيرة في قلوب كل جزائريين ميلان الكبير ميلان العملاق وبالتالي عندما التحول من يوروبا ليغ دائما الأمال مع هذا الفريق من أجل الدهاب إلى بعض نقطة ممكنة وخاصة الثنائي الجزائري كما قلت إسماعيل بناصر خاصة هذا النجم الكبير ويسين عدلي أيضا لأصبح لديهما دور كبير جدا في هذا الفريق خاصة يسين عدلي اللي بدأ يكسب الثقة شيئا فشيئا وفي آخر مباراة في الدوري كان رجل المباراة تقريبا إسماعيل بناصر أيضا عندما يلعب يؤدي بشكل كبير جدا خرج في المباراة الأخيرة في الدوري بيحس بنوع من إصابة خفيفة ولكن الحمد لله أمس لعب أيضا ولو في آخر ربع سواء لكن يبقى إسماعيل بناصر هو النجم الكبير لفريق ميلوانسي بطبيعة حال مباراة أيضا سانجولواز لعمورا وانترقت فرانكفورت الألماني مع شيبي حظيت هي أيضا بالاهتمام أحيانا تتابع الشاشة وعن طريق الهاتف تتابع أونلاين تطورات النتائج فأيضا سعت بأداء فرس شيبي لسجل وتمرير حاسمة عمورا لم يسجل مثل العادة ولكن سهم بتمرير حاسمة أيضا لأحد زملائه ومباراة انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة دائما النوادي اللي تضم لعبين جزائريين أكون مشجع لها بطبيعة الحال إذن أحمد رح يقول لي بأنه نوادي اللي يلعب فيها أيضا لعبين المصريين رح يشجعهم أيضا فضل أحب لا أعضب ربا أنا حتى يعني أنا كنت بأقلب كده في المبارات بأكد جولة في كل المبارات كده لك شجلات السورية كان حلوة عندك مقشي ميلن كان حلو في كذا مقشي برضو كان حلو طبعا طبعا تقلق اللعيبة الجزائريين والمصريين وكل اللعيبة اللي موجودة لفت انتباهي حتة حتة معينة كده يا عمر في الميلن هي دي بس اللي ممكن أتكلم عنها بس مع كابتن مجيد أكدت أن المدرب قد إيه هو بيقدر بالنصر وأنه هو عاوزه هي دي بيه الفكرة يا عمر أنه حتى في كابتن البطولة الأفريقية كان هو راجع من إصابة وحب أنه يجهزه هو أنه محتاجه وأنه عاوز يعتمد عليه ما أسعفوش الوقت أنه ممكن يعمل كده فساب الراجل للمنتخب بحيث أن المنتخب يعمل كده لما راجع برضو يعني حصل فيه إصابة شوية الراجل من بارح بيعتمد عليه وأنه عاوز يرجعه بأقصى الإمكان دي دليل وقيمة بالنصر جوه الملعب يا عمر بتفرق كثير جداً نفسياً مع اللعب أنه قد إيه المدرب ده وكيانه جوه النادي إيه اللي فرقت معايا ممكن ناس كثير ما تاخدش بالها من الموضوع لكن إحنا دورنا هنا يا عمر أن إحنا نوضح للناس أن قد إيه قيمة بالنصر قيمة كبيرة جداً لأن بالنصر لعب محواري مش كل الجمهور بيقدر يعني يفهم قيمة اللعب ده ممكن أنت عمدك مثلاً تقول يوسف بلايلي لعيد جهمد ليه لأن الناس كلها عارفة أنه بيأخذ الكرة ويرقص ويعدي ويعمل محرز نفس الموضوع لكن ما يعرفوش قيمة لعب مثلاً زي بالنصر ما يعرفوش قيمة لعب مثلاً وليكن مثلاً في منتخب مصري مثلاً زي إمام عشور زي مثلاً النني لو في أحسن حالاته اللعبة دي للأسف بتبقى اللعبة اللي هي الجندي المبهول أو المظلومة فدي لفتت انتباهي جداً يا عمر فحبيت أنه ما وضحها معاك طبعاً شايبي مبارح كان متقلق جداً زي ما قال زي ميلي مجيد طبعاً أحرز هدف وعمل أسسته وكان عمل يعني فكرني شوية بديبروين في مطشك وبنهاجين والسيتي المطشك كله كان متعلق بالشيبي في الموضوع أي حاجة شيبي هو اللي بيعملها يمكن كان فيه بدل أك شوية لعمور إن هو طبعاً عمل أسسته وضغط على المدافع كويس واستخلاصها بطريقة كويسة لو ما ما تصرفش فيها التصرف اللي هو زي ما بيقولوا كده بنسبة 90 في المية ولعب اللي هي اللي في 100 في المية صح فدي طبعاً تحساب له خصوصاً كمان في رئيته كانت متأخرة جميل أحمد استسميحك لأنه لم يبقى إلا حوالي ثلاث دقائق من وقت البرنامج سنتحدث في الأخير عن كيليان بابي الذي قرر رسمياً الرحيل عن باريسين جيرما كيف تعلق على هذا الخبر مجيد وأيضاً نفس السؤال بالنسبة لأحمد تفضل في دقيقة أكيد هذا الخبر القرار اللي كانت تنتظره جماهية ريال مادريد وهي كانت الفرصة الأخيرة لكيليان بابي من أجل حسم مستقبله إما الذهاب إلى ريال مادريد مثلما كان هو يحلم ويطمح ومثلما كان فريق ريال مادريد ينتظر استخدام هذا اللعب لو ضيع هذه الفرصة الأخيرة ربما ريال مادريد كان سيلق ملف مبابي نهائياً ولكن يبدو أن العلاقة أو مستقبل والله يا عمر دا مش عارف ليه دايماً حاس إن فيه مفاجأة تحصل في الصفقة دي مش عارف ليه بصراحة يعني شايف إن دايماً فيه مشاكل فيه خلاقات يعني برضو عمدهم مشكلة في قمة الراتب الساينينج بونس اللي هو مكاففة التعاقد كل الحاجات دي لسه عليها خلافات وعليها مشاكل حتة برضو البوزيشن هو هيلعب فيهم برضو يا عمر أنت عمدك فينيسيوس برضو مكسر الدنيا وعندك رودريجو مكسر الدنيا وبلينجهام مكسر الدنيا ديازم أول مبارح يعني كان برضو مدغدغ الدنيا زي ما بيقولوا طبعاً أنت هتجيبوها حط مين فيه برضو خوسيليو شايف إن البوزيشن كبيرة قوي على ريال مدريد في ظل إنه هو عاوز يعني يقلل شوية خصوة إنه هو كمان عايز عنده مشاكل في خط الظهر عنده لعيبة كبيرة كبيرة في السن عاوز يعوضها في نص الملعب فأنا شايف حاسس إن فيه مفاجأة هتحصل يعني لكن إن هي تكمل للآخر الليلة المدريد أنا شاكك فيها جداً يا عمر مش عارف ليه سمعنا بشكرة من القاهرة المصرية المحلل والنقيد أرياضي وشكر موصول أيضاً لك مجيد بطمين الإعلامي أرياضي كنت معنا أيضاً بشرة من الدوحة القطرية شكراً لكم وشكر أكيد موصول لكم مشاهدين الكرام ولكل الطاقم الذي خدمكم في هذه الصباحة إلى اللقاء شكراً لكم